موسيقى مساء الخير بينما تعيش تونس على وقع قراءات مختلفة حول ما سيقول إليه المشهد السياسي في البلاد بعد الاجراءات الاستثنائية والسنريهات الممكنة بعد فتح التحقيق في ملفات فساد وتفعيل المسارات القضائية تطرح أسئلة استفهامية عن دور المنظمات والفاعلين الحقوقيين وعلاقتهم بالدولة وإذا كانوا هؤلاء الفاعلين يجدون أنفسهم في علاقة مستمرة مع جميع هيكل الدولة صراعية أحيانا وتشاركية حين آخر فأي دور يقومون به في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية والمرتبطة بحماية مبادئ حقوق الإنسان فهل المجتمع المدني الذي يتقاطع فيه جميع الفاعلين على المستويات الاقتصادية السياسية الاجتماعية وغيرها تشكل عاملا ضاغطا للقيام بإصلاحات قانونية مؤسسية أي تغييرات طرأت الآن وما هي رؤيتهم معاييرهم ومنطلقاتهم أي تغييرات أيضا بالسنوات الماضية وكيف أثرت الحركة الحقوقية بعد الثورة بمؤسسات الدولة تشريعا وممارسة وأي دور لمسار الانتقال الديمقراطي في إعادة سياغة العلاقة وهذه الحلقة خصصناها للحقوق والحريات من تونس الجمهورية الثالثة إذن أين حريات الإنسان من الثورة حتى اليوم مع ضيفين المختصين في هذا المجال مع السيد لطفي عز الدين نائب رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مساء الخير أستاذ لطفي والترحيب موصول بالأستاذ بسام لطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مساء الخير أستاذ بسام أهلا بكما أبدأ معك أستاذ لطفي يعني من مهام الهيئة الوطنية لمقامة التعذيب زيارة كل شخص يشكو من سلب لهذه الحرية ونحن نتحدث مبعد 25 تموز في إقامات جبرية في اعتقالات تمت وهنا نسأل عن هذه الزيارات التي قمتم بها إن قمتم بهذه الزيارات بعد دخول العمل بالتدابير الاستثنائية ما هي أبرز ملاحظتكم؟ في البداية نحب أن نوجه تحية لكل شهداء المقامة في ذكرى 14 آب وكل الواقفين على الظهور في الوطن العربي بعد الإجراءات الاستثنائية الحقيقة كما الهيئة الوطنية لقيمة التعذيب التي هي من مهامها تزور كل أماكن الاحتجاز وتتقصى في كل عمليات شبهة التعذيب أو غيرها من معاملات السيئة والموينة أو الحاطمة للكرامة ووصلت العمل بطريقة عادية الحقيقة لما يرد إلينا أي إجراء ممكن أن يحض من نشاطنا أو إبلاغ بأنه فما طريق التعامل الجديد للدولة مع الهيئات المستقلة قمنا بنشاطنا وبزياراتنا إلى ماكن الاحتجاز بالبرنامج اللي وضعته في لجنة الزيارات بطريقة عادية وزورنا باعتبار أنه اللي نعتبرهم في حالة الاستضعاف كما ينص عليها القانون كما ينص عليه المعايير هم الأشخاص اللي ممكن تكون عليهم خوف أكثر من أنه يقع استهدافهم بإجراءات تعصفية أو انتقامية فبما نبلغتنا التشاكيات وبعض البلاغات وبعض المطالبات بزيارة إما سياسيين وقع إيقافهم أو بعض الشخصيات التي وقع وضعها في الإقامة الجبرية قمنا بإجراءاتنا العادية زياراتنا هي زيارات فجئية لا نقوم بالإعلام للسلطات العمومية لكن نقوم بزياراتنا بطريقة العادية داخل السجون التونسية قمنا بزيارة السياسيين وفي الأماكن الخاصة الموضوع في الإقامة الجبرية هذه هي لازم يكون عنها طلب دخول المسكن من الشخص هو من صاحب المسكن لأنه ندخلونه لداره فبالتالي نطلب منه الإذن إذا كان يرغب في أن الهيئة تقوم بزيارة وأيضا إذا كان وضعيته تسمح بزيارة الهيئة ما ناخذوش إذن من وزارة الداخلية أو من وزارة العادل ولم نتصل بهما قمنا بعملنا العادي طلبنا الإذن من الشخص الموضوع في الإقامة الجبرية وقمنا بزيارة التونسية كان في شخصية أساسية هي شخصية السيد المشيشي قبل ظهوره الأخير هل تقدمتم بطالب لزيارته لا يوجد أنه أين يتواجد تحت الإقامة الجبرية الحقيقة هو الوضعية السيد المشيشي خلنا نبدو وضحي لأن الهيئة حتى عملت عليها وكثر فما شوية لغت في الموضوع هذا نحن لا نتقصى في وضعيات الأشخاص الذين لا يطلبون ذلك أو الذين لا نشك في أنه ما هو عرض للتعذيب يعني مواطن تونسي في داره ما نشبه ندخل ونشوفه شنين الوضع يمتع هو التعذيب هو مصطلح قانوني يفترض أنه موجود موظف عمومي يقوم بممارسة الانتهاك فالسيد هشام منشيشي مبدئيا ليس في وضعية احتجاز وليس في وضعية انتهاك لحقوقه المدنية أو غيرها فعندما كثرت بمرور الأيام غيابه عدم خروجه عدم تواصله وأيضا كثرت إشعات أو معلومات أو تأويلات وكثرة لغت ووصلتنا كآن للهيئة بعض الطلبات وبعض المعلومات من أشخاص يقولون أنهم على علم بأنه تعرض إلى كذا ولكذا قمنا بمحاولات للاتصال به فشلت اتصالنا بالدائرة المقربة منه من زملائها في العمل أكدوا لنا أنه لا يرغب في أي زيارة وأنه بصحة جيدة نحن في تلك المرحلة بعد اتصالاتنا الرسمية أيضا لا يمكن لنا أن ندخل إلى شخص إلى منزله وهو لا يرغب في زيارتنا لأنه منزل خاص أستاذ لطفي لأننا نتحدث للمشاهد العربي أن نتحدث عن هيئة عمومية وهذا ما كنا نتحدث عنها تحت الهواء هذه الهيئة التي لديها مهمة أساسية بمراقبة أجهزة الدولة عمل هذه الأجهزة والأهم بأنها منتخبة من البرلمان من مجلس الشعب ستسمح لي بطلخيص عن مهمات هذه الهيئة بعد قليل ولكن أنتقل إلى الأستاذ بسام بالنسبة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان أستاذ بسام التمسك بالنظام الجمهوري بمدنية الدولة بحقوق الإنسان هذا موقف مبدئي للرابطة لا تقبل فيه أي جدال اليوم كيف تتابعون كل التطورات الحاصلة بهذه البلاد وهل لديكم مخاوف كما تعبر عنه يمكن بعض بياناتكم نعم هو ما كنت تفضلت به التمسك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري والنائب المؤسسة العسكرية عن كل التجاذبات السياسية وعدم التراجع على مكتسبات تونس في مجال حقوق الإنسان والحريات هذا كنا عبرنا عليها لسيادة رئيس الجمهورية عندما تقابلنا معه بدعوة منه يوم 26 جوليا الماضي ونحن لازلنا نتمسك بكل هذه المبادئ التي وردت في الدستور ووردت في المواثيق والمعاهدات الدولية اليوم نحن منذ 25 جوليا نتابع هذا الوضع عن كثب وبنوع من الحذر لأننا نعتبر في الرابطة أن ما قام به رئيس قيس عيد يوم 25 جوليا والإجراءات الإسطنائية التي اتخذها هو رأى أن شروط تفعيل الفصل الثمانين متحققة لكن الإجراءات التي اتخذها ليست واردة في الدستور ولذلك نحن متخوفون ونتابع عن كثب كل تطور هذه المرحلة السياسية الإسطنائية وهذا ما عبرنا عليه على الرئيس قيس عيد بأنه لا مجال التفريد في المكاسب التي تحققت منذ 2011 لا مجال للتراجع عنها قيد أنمولة والمكتسبات التي تحققت سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية وحرية التنظم والتجمهر والتعبير وكل إلى غير ذلك من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والإنشماعية فنحن متمسكين بها كالشعب التونسي متمسك بها وهي الأشياء التي قامت من أجلها ثورة 2011 وخارجت كذلك من أجلها نعتقد أن شعب جزء من الشعب التونسي الذي خرج إلى الشارع يوم 25 جوليا كانت من بين المطالب أنه التغيير السياسي الذي عجز عن تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوق التي طالما نادت بها شراء عديدة من المجتمع من منظمات وجمعية مجتمع مدني هذا هو يعني لا تراجع عن المكاسب نحن في مرحلة مراقبة لهذا المصاري الاستثنائي ونعتبرها مرحلة مراقبة وملاحظة ومرحلة حذرة نجب أن يتحلق الكل بالحذر لأنه اليوم في ظل غياب يعني أعتقد خارج طريق واضحة إلى أين نحن ذاهبون أعتقد أنه على الكل الهيئات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات التي لازلت تشتغل أين تتقطع عن الهيئة العمومية بعملها مع منظمات المجتمع المدني؟ يعني مثل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مع منظمات لحماية حقوق الإنسان أو حماية النساء في كثير من المنظمات المجتمع المدني الفاعلة خصوصا ما بعد عام 2011 أستاذ بسرح أين تتقطع عنه؟ أذكر أن الهيئة الوطنية الوقاية من التعذيب هي مخولة قانونا لزيارة أماكن الاحتجاز والاحتفاظ كذلك الرابط التونسي لدفاعنا كل إنسان من بين أو من الجمعيات التي مرخص لها زيارة أماكن الاحتجاز والاحتفاظ اليوم نحن سنقوم بمراقبة كل المحاكمات التي بين ذفرين يعتقد أصحابها أو المتهمون فيها أنها محاكمات سياسية كيفما دأبنا على ذلك منذ عقود اليوم نزور أماكن الاحتفاظ وأماكن الاحتجاز إذا طلب من ذلك من عائلات محتجزين بدون تفرقة ولا تميز سواء كانوا مساجين حق حام أو مساجين سياسيين نزور أماكن الاحتفاظ وكذلك نرفع إلى السلطات العمومية وبينها وزارة داخلية ووزارة العدل كل التشكيات وكل التقاريد التي تريد علينا والتي فيها إدعاءات بانتهاكات حقوق إنسان في المرحلة هذه سنراقب هذه المرحلة سنسعى إلى حماية الحقوق والحريات وكذلك إلى التشهير بالانتهاكات إذا حصلت ورفع هذه المظارب إلى السلطات العمومية معك بالتجاوزات إن كانت ولكن أريد منك بهيئة عمومية أن نعرف أكثر أي دور تقوم به الهيئة العمومية يعني الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أستاذ لطفي وهل تعرضتم إلى محاولات تضييق بأعمالكم هل سجلتم أي انتهاكات أو تجاوزات الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب هي أول هيئة عربية يقع انتخابها في الوطن العربي عربيا نتحدث وليس تونسي عربيا هي أول هيئة وقع انتخابنا في سنة 2016 بعدما صادقت تونس منذ 2011 على البروتوكول الاختياري للتفاقية من هذا التعذيب الذي يفرض على الدول التي تصادق عليه أن تنشئ هيئة مستقلة للرقابة على أماكن الاحتجاز فصادقت تونس في 2011 بين ثورة 17 و14 وفي 2013 المجلس التأسيسي أنذاك صادق على القانون وأنشئت الهيئة وتركزت بانتخاب 16 العضو في 2016 فكانت هي الهيئة الأولى العربية ثالتها موريطانيا هناك محاولات من لبنان إلى حد الآن ونتمنى أن يتمكنوا من إنشاء هيئتهم وأيضا المغرب في طريقها لإنشاء الهيئة حاليا هي تشتغل بلجنة فالمهام هذه الموجودة في البروتوكول لاتفاقية منها في التعذيب تعطي للأعضاء صلاحية الدخول إلى كل أماكن الاحتجاز ونحن نستعمل كلمة أماكن الاحتجاز لأنها تشمل سجون مراكز أمن، سيارات، طائرات، مراكب أي مكان حتى الشارع أي مكان يوجد فيه شخص ممنوع من الانتقال من النقطة أه إلى النقطة بي متى كانت الدولة أصدرت إما حكما قضائيا أو قرارا إداريا بمنع تنقل شخص من مكان إلى مكان نحن مختصون حتى إذا لم يقع الاعتداء عليه بالعنف أو غير ذلك يعني الرصد والمتابعة هي مهمتكم في حال؟ هي جزء من المهام نحن القانون يعطينا عديد المهام الحقيقة الرصد والمتابعة رفع التقارير التقصي في الحالة الفردية إذا كان فيما انتهاك إلى اعتداء بالعنف أو اعتداء مادي أو معنوي نتقصى ونرفع الأمر للقضاء نحيله على القضاء ونحيله على التتابع الإداري نعطي رأينا في القوانين الماسة بالحقوق والحريات أو التي يمكن أن تؤسس لجرائم وغير ذلك من الصلاحيات مع التحديث والتوعية فنحن 16 عضو مترشحون مستقلون انتخبنا بضرورة برلمان لأنه الآليات في العالم أجمع إما ينتخبك برلمان أو يقع تعجينك من طرف رئيس الجمهورية وغيرها ما فماش آلية أخرى انتخبنا برلمان استقلالية هي في عملنا منذ إنشاءنا في 2016 لم تتعاون معنا الدولة يعني الدولة التي انتخبت وأقرت ووضعت البرتوكول لأنها لا تريد أن تجد رقيبا على أعمالها ولأنه فما معضلة كبيرة اليوم في تونس هي معضلة من سنوات من أيام الدكتاتورية لكن اعتقدنا أنه في ثورة 14 ستتحصل أمور لكن من حكم منذ 14 إلى اليوم إلى هذه الساعة لم يغير شيئا في الفلات من العقاب جريمة التعذيب في تونس هي جريمة الوحيدة التي لم يفلح القضاء التونسي أن يحكم فيها ولو حكما واحدا حكم في الفساد المالي حكم في الإرهاب حكم في الجريمة المنظمة لكنه لم يستطع إلى اليوم القاضي التونسي أن يصدر حكما باتا ونهائيا في جرائم التعذيب هناك حكم أو اثنين ولكن لا قيمة كبيرة فيهم ما يمكن حتى الأستاذ بسامتو يحكي عليهم لكن ما نقوله أن اليوم هناك انتهاك لحقوق الأفراد متواصل لم ينقطع الدولة التونسية لديها تعهدات في حماية الحقوق والحريات في حماية حقوق المحتجزين لديكم أمل بعد 25 تموز جبيليا بما آلت إليه الأمور بأن تكون مرحلة انتقالية باحترام مهام هذه الهيئة العمومية بإصدار القوانين التي تدين عقوبة التعديل المهام هو ليس احترام المهام نحن مهامنا نمارسها يأرقلكم أجهزة الدولة حدام التعاون هو العرق لأنه ما هي وظيفة الهيئة ما هو الإضافة التي تقدمها الهيئة أو المجتمع المدني أو غيرها هي أن تنير إلى الحاكم مواقع الخلل وتبسط له الحلول فعندما يكون الحاكم لا يتلقى تلك الإشارات لا يجيب على المراسلات لا يجيب على التقارير الوزارة الداخلية لا تجيب على التقارير الوزارة العدل تتعاون معنا وسجول الإصلاح التعاون معنا في حدود عندما تقوم بتقصي في مواضيع معينة لا تجد الإجابات عندما تحيل إلى القضاء لا تجد المتابعات عندما تطلب المعلومة لا تجدها هذا هو المقصود بعدم التعاون سؤالك هل أنه اليوم أنت متفائل أو متشائل أجيبك بكل وضوح لو لم أكن متفائل لما دخلت إلى ميدان حقوق الإنسان ولما كنت معناها في هذا المجال منذ أيام ديكتاتورية لا منذ أيام ديكتاتورية وليس اليوم لن نتحدث عن تاريخ نضال بهذا المرسل أنا أعتبر أنها ليست أيام هي قرارات يعني 26 أو 24 13 جانفي أو 15 جانفي هي تواريخ إذا لم تكن هناك إرادة وعمال ملموسة وواقعية أضعنا عديد الوقت وضعنا عديد الفرص بتخذلات وبعديد التعاليات الواهية المنظومة التي التحكم في الوضع المتردي والمزري لحقوق الإنسان اليوم في تونس هي منظومة قائمة ومتواصلة إلى اليوم إذا كانت توجد هناك رغبة في إصلاح تلك المنظومة بعد فشل المصاري العدالة الانتقالية بعد ضرب مصاري العدالة الانتقالية شعبيا وقانونيا بعد عدم إجراءة إصلاحات في القوانين بعد عدم أخذ جرأة قبل القضاة لفتح الملفات الحقيقية بعد عدم إصلاح المنظومة الأمنية والتعامل الأمني مع المواطن واليوم نشاهد اليوم بما نريد أن نتحذر اليوم الكم منتع الانتهاك لحقوق المواطنين ولسحلهم فيسبوكيا وبجزئية الحريات التعبير عن الرأي تعبير عن الرأي والمس من الكرامة الذاتية للأشخاص هناك ثقافة الانتقام وليس ثقافة تطبيق القانون هناك الانتقائية أيضا في المتابعات هل تسمح لي إذا كنتم هذا ما تعانونه في الهيئة العمومية هل نفس التحديات أيضا بالنسبة لكم كالمجتمع المدني منظمات المجتمع المدني ومقدمتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وهنا نتحدث عن الضمانة لعدم انحراف الأوضاع نحن ممارسة العنف أستاذ بسام أي واقع تعيشونه تحديدا هو ما كان يتحدث عنه الأستاذ لطفي هو ليش تسخيص هو واقع يعني هو تشخيص للواقع وليش تسخيص سقسي نحن نتفق معه في هذا التشخيص في الرابطة التونسية الدفاعون وقلسان من المعضلات أنه لم نرى شيئا كبيرا يعني تحقق بعد 2011 جريمة التعذيب لازالت متواصلة هناك عديد المكاسب التي تحقت لكن جريمة التعذيب لازالت متواصلة الاعتداءات الأمنية لا تزال متواصلة الإفلات من العقاب لا زال يتواصل الفساد المالي لا زال يتواصل ويستفحل يوم بعد يوم في ظل غياب أجهزة قضائية ومنظومة قضائية تضع حد لكل هذا يعني اليوم نحن منذ 2011 حققنا نعم عديد المكاسب ومنها حرية تعبير والتي نخاف على أن حرية تعبير يتم الارتداد عنها باعتبار أن هناك تجاوز حرية تعبير أصبح معناها ثلب وسب وشتم وشتيمة كله تحت حرية التعبير وهذا أمر مغلوط هناك أشخاص وحتى في المؤسسات لم تستوعب أهمية حقوق الإنسان أو ما هي حقوق الإنسان تحت غتاء حرية وممارسة حرية التعبير وحرية التنظم هناك اعتداءات تحصل كل يوم حتى في مجلس نواب الشعب لأن المشاهد التي رأيتموها في مجلس نواب الشعب من تبادل العنف والتبادل للسباب والشتائم والثلب وكل ذلك من الخطاب يعني التعليف المعنى واللفظ الذي مورسة على النساء على الرجال لم يسلم أحد من هذا العنف وهذا الخطاب العنيف الذي نشاهده في قبة البرلمان والذي صادر عن المشرع يعني يعطي لمحة أو فكرة للمتابع للشأن العام للمواطن العادي أنه ماذا قدمت لنا حرية التعبير يعني عندما نسقط في خطاب شعبوي مثل ما الذي رأيناه في تحت قبة البرلمان يتسائل المواطن التونسي المتابعة هل هذه حرية التعبير التي نظلنا من أجلها والتي استجدها من أجلها الشهداء يعني أنك تقول ما تريد بدون أي حسيم بدون رقيب وبدون أن يتحرك القضاء في هذه القضايا هل توافظ أن المنظومة السابقة منذ عام 2011 قرأت العديد من التقارير بأنه اعتمدت الدولة بتعاطيها مع الفاعلين الحقوقيين خصوصا المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان مقاربتين إما مقاربة الاحتواء وهنا تمكين البعض بمناصب معينة وبصورة أساسية أو سياسة القمع والتضييق عليهم هل هذا ما جرى مع الفاعلين الحقوقيين مع منظمات المجتمع المدني هكذا تم التعامل معهم منذ عام 2011 حتى الآن لا أعتقد أنه بهذه الصورة هو ما حصل في المجتمع المدني أن أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان ذهبوا نحو السياسة وذهبوا نحو الأحزاب وبالتالي النخب التي كانت تدافع على حقوق الإنسان قبل 2011 وغيرها من نشطاء الحقوقيين يعني انجذبوا إلى العمل السياسي تم أغراءهم هو رغبة خاصة منهم وفما ما لا أتحدث عن إغراء في غالب الأشخاص الذي أعرفهم والذين خيروا الذهاب إلى العمل السياسي كانت برغبة منهم هذا أمر مشروع يكونون قريبين من مراكز القرار ومن مراكز الفعل تكون لديهم القدرة أكثر على تغيير الأوضاع هناك عدد كبير من النخبة التي انجذبت وذهبت إلى العمل السياسي مما جعل منظمات المجتمع المدني تفرغ إذا أردنا القول أو تأتي جيل آخر جيل ثالث والجيل الرابع من المدافعين على حقوق الإنسان بين ذفرين لا تستهويهم السياسة وكذلك هناك من المدافعين من أغرطوا السياسة ومن تم جلبه أو استجلابه لممارسة العمل السياسي سواء بالترغيب أو بغيرها من الوسائل بس هذا أليس بإيمان منهم بأن العمل الحقوقي أو النضال الحقوقي لن يصلهم إلى مراكز القرار إلى التأثير والضغط على صانعي القرار في الدولة لذلك لجأوا إلى الذهاب أو الانشغال بمناصب سياسية معينة يعني ممكن يعني كما عبرت في فكرة سابقة أنه هناك من يعتقد وله الحق في اعتقاد في ذلك أنه عندما يكون فاعل سياسي يكون له القدرة أكثر والفاعلية أكثر في تغيير الأوضاع يعني والحديث يكون مجال التدخل متاعه أوسع من أنه يناظل من أجل الحقوق والحريات أو من أجل الجمعية عندما يكون في حزب أو نائب في البرلمان أو كاتب دولة أو وزير أو حتى أقولها في هيئة عمومية مستقلة أو غيرها في المحكمة الدستورية أو غير ذلك من الهيئات يكون درجة فاعليته أكثر وقدرته على التحرك وتغيير الأوضاع أكثر وهناك من خير البقاء في منظمات المجتمع المدني ليقوم بدوره المدني ويكون على نفس المسافة سأغوز قليلا بالتاريخ ولكن لأبقى بالواقع الآن وهذه أسئلة تشغل الرأي العام التونسي وحتى الرأي العام العربي والعالمي أستاذ لطفي أعود إليك النائب فيصل التبيني كان قد أعلن أنه أعلن أنه الدخول بإضراب عن الطعام هل يتم التواصل معه وهل ثمت متابعة لحالتها الصحية كيف هي واسمح لي أيضا أن أدمج هذا السؤال مع ظروف النائب ياسين لعياري الذي هو ياسين لعياري الذي هو بألا سجن كيف يمكن أوصفها حتى الآن هي لاية لوطنية الوقاية التعذيب قامت بزيارة النائبين لوقع إيقافهم وفيصل التبيني تخال في إضراب عن طعام منذ يوم إيقافه أحكي جاجر على وضعه وقمنا بزيارته وأنا شخصيا قمت بزيارته وأطلب إبلاغ الرأي العام وهكذا نحن نذكر اسمه لا نبدأ واضح لأننا لا نذكر أسماء من نزورهم إلا بطلب منهم أو بعد التأكد من أن ظروف الحماية موجودة لهم لأن هذا أيضا مفيد لنشر الوعي العديد يلومون على هيئة لوطنية وقايمة تعذيب أنها لا تقوم بنشر تقارير زياراتها أو تقارير التقصي الهدف من نشر تقارير التقصي ليس النشر الحق المعلومة متاح للمواطن لكن حماية الحرمة الجسدية وحماية الشخص الموجود في مكان احتجاز وفي حالة استضعاف هو أهم بالنسبة لنا فهذا أغلق القوس لماذا أسمح لنفسي بذكر وضعية ياسين العياري وفيصل تبيني لأنهما صرح لي شخصيا برغباتهما في التحدث عن وضعية هما دخلوا في إضراب عن طعام أيضا ياسين العياري فايسل تبيني دخل في إضراب عن طعام ياسين العياري أوقف قبله الحقيقة بالنسبة لياسين العياري هو على ذمة قضاء عسكري وإجرائيا نحن نعتبر أنه لا يمكن أن يقع محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري هذا من حيثه الأصل وأيضا نعتبر أنه الطريقة التي وقع فيها إيقاف فايسل تبيني وياسين العياري كانت فيها عديد من الاستعراض للقوة وكانت بطريقة غير نستعمل كلمة في وقتها غير ناجعة يعني كان يمكن استدعاهم أو إيقافهم يعني عدم الاستظهار بإذن من النيابة العامة كما قيل أو ممارسات هو حق في النفاذ المعلومة أنا نتحدث عن الحقوق المنتهكة هو وقع انتهاك حقهم في معرفة الجهة التي توقفهم وجهة التي سوف يذهبون إليها وهذا الحقيقة بش نبدأ واضح يقع استعماله مع كل الاثناش مليون تونسي يعني كل مواطن تونسي يقع إيقافه من قبل القوات الأمنية قوات الأمن تعتبر في تونس أن ليس لها وأي إجبار أنت توافق على هذا التوصيف أنه تم ذلك بمداهمات وهنا نتحدث بعدد من نواب اتلاف الكرامة تقول أطراف سياسية وتحدثت عن نوع من الاستعراض بالنسبة لمداهمة المنازل وإيقاف المطلوبين وفي ممارسات لدى البعض خوفتهم بتذكير التونسيين بالحقبة الماضية إلى أي مدى يمكن تعبير هذا التوصيف دقيق؟ هو توصيف سياسي لو تسمحي لي أستعمل التوصيف الحقوقي وتوصيف الهيئة ما وقع لياسي العياري وغيره من النواب يقع لكل المواطنين التونسيين يوميا قبل 25 وبعد 25 والآن وأنا جالس معك ممكن أن يفهم أشخاص سيقع إيقافهم بنفس الطريقة الاستعراضية لأن قوات الأمن تعمل بتلك الطريقة تعتقد أنها فوق المحاسبة وهي لا تعتقد أنها فوق المحاسبة من فراغ بل لأنها متأكدة أنه لن تقع محاسباتها باعتبار عدم صدور أحكام وباعتبار أن من ينتهك منهم حقا قوات الأمن لا يقع إيقافه وتتبعه إلا النظر قليل في بعض القضايا التأديبية بالتالي بعد القرارات الاستثنائية وبعد الحالة العامة حالة أنه يمكن أنه وقعت معناها يد أطلقت اليد لإيقاف السياسيين السابقين أو الفاسجين وغير ذلك زادت قناعة بأنه بإمكانهم ممارسة نفس السلوكيات نحن اليوم كهيئة وطنية وقيم التعذيب والمجتمع المنطني موجودون هنا لنقول لا القانون يطبق في تونس قبل 25 وبعد 25 الحقوق الحريات ستبقى وسنكون نحن الكاشف لهذه الانتهاكات وتعاطينا وهنا يجب أن أوكد على ذلك ليس لأنهم سياسيون بل لأنهم تونسيون ومواطنون وأيضا في نفس الوقت الذي زرنا فيه فيصل تبيني زرنا بقية النزلاء في السجن الموجود في فيصل تبيني وزرنا بقية السجناء الموجودين في السجن مع يسير العياري وفي نفس اليوم الذي تواجدنا فيه لموضوع المطار مع النواب الذين وقعت إحالتهم والمحامي الذي وقعت إحالتهم على القضاء العسكري كنا نتعهد بمواضيع مواطنين تونسيين آخرين موجودين في وضعية أسوأ من النواب في أماكن احتجاز وداخل مخافر للأمن يقع فيها انتهاك حقوقهم يوميا بعيدا عن كاميروات وبعيدا عن خطابات الفيسبوكية اليوم الذي يمارس في تونس هو تواصل لانتهاك حقوق المواطنين تواصل لانتهاك مجال في الإجراءات الجزائية قبل 25 وللأسف بعد 25 هنا كيف تتابعون الأوضاع بالنسبة لكم بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان وأنتم أكدتم بالمرسوم الرئاسي عدد 78 الخاص بالإقامة الجبرية بمخالف للقانون وغير دستوري طلبتم بملاءمة هذا المرسوم مع القوانين ومع دستور عام 2014 والمواثيق والمعاهدات الدولية لماذا؟ نعم هذا المرسوم المرسوم عدد 50 لسنة 78 جاء في حقبة تاريخية معينة يعني ثلاثة تحداث الخبز في 26 جانفي ونعرف جانفي ومدى الحركات الاحتجاجية التي تكون عادة في شهر جانفي وتواصل ذلك لمدة سنوات يعني هذا المرسوم قديم يعني هذا المرسوم على أساس دستور 1959 ويحيل على المحكمة الدستورية ومحكمة العفو المحكمة أمن الدولة وهو مخالف لكل المواثيق والمعادات الدولية وما نص عليه الدستور 2014 يعني الدستور 2014 هذا دستور فيه سلب الحرية ودستور 2014 ينص على أنه كل سلب الحرية يجب أن يكون كل ما يتعلق برحول الريات يجب أن يكون من خلال قانون أساسي هذا بمرسوم رئاسي ونحن ضد هذه المرسوم التي يعني تحجر أو تضيق في حريات الأشخاص يعني منطق يعني قانوني بحث هذا المرسوم مخالف لدستور 2014 ومخالف للمواثيق والمعادات الدولية وهذا موقف مبدأ يعني تمسكنا به منذ 2011 وفي كل الحكومات المتعاقبة ومع كل الرؤساء الذين يعني كانوا على رأس السلطة التنفيذية في تونس نذكر بأن هذا المرسوم وجب اعتماد يعني ملاءمته مع الدستور والمواثيق والمعادات الدولية ولما لا حذفه وتغييره بقوانين يعني قوانين تكون متابقة لدستور 2014 قوانين أساسية يتم على أساسها الاحتفاظ بالأشخاص المنصوب إليهم يعني الجرائم أو المجتمع بهم أنتم ترفضون محاكمة المدنيين أمام القضاء للعسكري كذلك كذلك أكدتم بأن الإقافات لإقامة الجبرية منع السفر يجب أن يتخذها فقط القضاء نعم في حالة العمل بقانون الطوارئ ألا يحق هنا للسلطة التنفيذية أن تتخذ إجراءات احترازية ريثما تتقدم التحقيقات هو أعتقد أنه هذا بصفة مبدئية نحن كنا تكلمنا على الإجراءات كل الإجراءات التي تضيق في حرية تنقل منها الاس 17 اللي هو يعني كل شخص يمكن للإدارة أنها تصلت عليه هذا الإجراء ويجد نفسه يعني ممنوع من السفر أو الإجراءات أنا أعتقد أن كل هذه الإجراءات يجب أن تكون صادرة عن القضاء بمقتضى حكم قضائي ليس للإدارة أن تحد الأشخاص من حرية الأشخاص بدون النظر إلى ملفاتهم وبدون تعليل يعني اليوم رأينا عديد الانتهاكات بسبب هذا القانون يعني اليوم أنت في السلطة التنفيذية تحجر السفر أو التنقل على معارضيك أنت من الغد ستكون في المعارضة وسيفعله وسيفعلون بك ماذا فعلت أنتم بهم يعني يجب أن تكون سلب كل ما يتعلق بالحد من الحقوق والحريات بمقتضى القانون وبمقتضى قرار قضائي صادر بعد دراس الملفات وليس هكذا يعني يمكن أن يكون ذلك بسبب الانتقام أو بسبب القصاص أو إلى آخره يعني أو بسبب تعطيل شخص معين على القيام بواجبه في أي مجال من المجالات نحن مبدئيون في هذا في خصوص التذيق على الحريات سواء الإقامة الجبرية هذا يعني كنا طالبنا منذ 2011 عدم اعتماد هذا المرسوم وفي كل يعني حتى المحامين الذين ينشطون في الرابط وأثناء مرافعاتهم يتم إيقاف أشخاص على أساس هذا المرسوم يعني ومحاكمتهم نؤكد في كل مرة أن هذا المرسوم مخالف للدستور ومواثيق والمعهد الدولي يجب ربما ملاءمته مع دستور 2014 وكذلك نحن ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والحد من حربيتهم بدون قضاء القضاء سنتحدث عنها أكثر بعد الفاصل اسمحا لي ويمكن بعودة ولو نبذة تاريخية منذ عام 2011 بما حققته إن كان منظمات المجتمع المدني أو هيئات عمومية بحماية المواطن التونسي ونحن نتحدث ليس فقط على المستوى التونسي بل على المستوى في الإقليم والمنطقة وعلى مستوى العالم العربي أدعوكم للبقاء مع الأستاذ بسام وأستاذ لطفي مشاهدين الكرام نذهب إلى الفاصل قصر من بعد نعود لاستكمال تغطياتنا تونس الجمهورية الثالثة لا تذهبوا بعيدا لو صبحتم من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام ونجدد الترحيب بضيفين الأستاذ لطفي عز الدين والأستاذ بسام لطريفي أستاني في الحوار معك أستاذ لطفي الهيئة لديها مهمة تاريخية بتكريس الحفاظ على حقوق الأشخاص الذين تم تجيدهم من حقوقهم الحرص على احترام القوانين المواثيق الدولية هذا الدور رقابي الذي تقومون به وتطلعون به كشف أيضا تجاوزات من قبل الهيئة هل تتفهمه الجهات الأمنية يعني العلاقة مع الجهات الأمنية هل يتم التعاون معكم الآن أتحدث بعد 25 جويل بسلاسة أم العوائق التي كانت سابقا مستمرة في الحقيقة يلاحظ الآن نفس المعاملة يعني لا إجابة مقبل الوزارة الداخلية معاملاتنا فردية مع عناصر الارتباط الموجودين مع وزارة الداخلية متواصلة يعني إذا كان فما معلومة نحاول الوصول إليها نتصل بالأشخاص الموجودين في الوزارة لن نتحصل عن المعلومة كالعادة بالنسبة لوزارة العادل علاقاتنا طيبة في الإطار مع السجون لكن في المستوى الوزارة باعتبار عدم وجود وزارة إلى حد الآن كل برامج التعاون متوقفة إلى حد الآن لكن نحن لا نطلبه كثيرا نحن نطلب فقط المعلومة فعندما يقع وضع شخص في الإقامة الجبرية على الأقل أعلام الهيئة بمعنى احترام القانون الذي يوجب أعلام الهيئة في غياب ذلك وتعودنا على ذلك منذ 2016 أن المعلومة لا تصلنا بسلسة نحن طورنا طرق عمالنا ونتعهد ذاتيا ولدينا شبكة متعاونين منهم المجتمع المدني وعلى رأسهم راتو سيدفاع وقنسير لكن أذكر كل جمعيات الأخرى التي نعمل معها هي مصادر معلومات أيضا المواطن العادي يتصل بنا يعلمنا ونحن نتنقل ونحاول وصول المعلومة إذا كان اليوم الوضع منذ 2016 لليوم فيه تقدم في الوضع العام يعني هناك قوالين شريعات صحيح هذا ما كنت سأتحدث عن هناك لا يمكن أن ننكر ذلك يعني خلينا نحكي من 2011 لليوم هناك قفزة إلى الأمام في موضوع الحقوق والحريات على المستوى التشريعي المستوى الممارسة يكون هناك عديد النقائص في وزارة الداخلية أنا أقولها بكل وضوح هي أكثر وزارة رفركتير يعني أكثر وزارة لا تتأقلم مع الإصلاح وهذا في تاريخيا وزارة الداخلية عندها قدرة كبيرة على التنويم يعني هي تدخل معك في حوار ويتواصل الحوار ويتواصل الحوار ويتواصل الحوار ولا نصل إلى نتيجة يعني لا تقول لا ولا تنفذ وزارة العدل هناك تقدم كبير جدا بحسب الإمكانيات المتاحة الإشكال الوين الإشكال المواطن التونسي والنائب في المجلس النواب التونسي والسياسي التونسي قبل أن يدخل للسجن أتحدث عن سياسي التونسي عندما يكون في موقع المسؤولية يعتقد أن إصلاح السجون أو إصلاح مراكز الأمن أو إصلاح الممارسات أمر ثانوي أي مواطن تونسي تقول له اليوم سوف نأخذ من ميزانية الطرق لنبني سجن جديد سيرفض ذلك أي نائب تونسي قبل أن يدخل للسجن تقول له أنه يجب علينا أن نضع جهودا أكثر لإصلاح المرفق القضائي أو لإصلاح السجون وقع السجون كيف يمكن يعني اليوم فما انتهاكات عديدة ليس من الأفراد كموظفين كما كانت المنظومة القائمة قبل ذلك ما زالت انتهاكات الفردية من الموظفين لكن الوضع العام للإقامة سيء هناك الاكتظاظ هناك عديد المحاولات لإصلاح طرق الإقامة لكن العدد الكبير متأتي من أن القضاءات التونسيين لا يعرفون حلا لمشاكل التونسية الجزائية إلا السجن كما اليوم السياسيون يعتبرون أن اليوم أتحدث يعني منذ 2011 يعتبرون أن حل السياسي هو السجن يعني أصبح السجن حتى سياسيا هو الحل مشكلة مع الفساد أو مشكلة مع الفساد السياسي أو مشكلة مع عدم العمل برلماني الجيد السجن هو الحل ويتركون السجون لتحل كل المشاكل لوحدها بدون إمكانيات بدون ميزانيات بدون عمل على إصلاح الموظفين بدون عمل على المواطن التونسي وهذه الثقافة اليوم عندما تقول له أن السجين ليس له الماء وليس له فراش ينام عليه والحالة الصحية أو الوضع الصحي أنا أتحدث عن الأساس أبسط شيء فراش ينام عليه يقول لك وفي الحبس ماذا تريدون أكثر هل نبني له نجون لكن الحبس هو لإصلاح هذا الفرق لا يوجد إصلاح ويوجد سجون إلى حد الآن لم نصل للمرحلة الإصلاح لأن الإصلاح معناها فيه إمكانيات وفيه عدد لم نصل إليه ونحن لليوم ما زلنا في نسبة تتروح بين 52% و53% من كل المسجين في انتظار المحاكمة لأن المجلات القانونية التونسية من عهود الدكتاتورية بنيت على فكرة كل مخالفة تؤدي إلى سجن كل عملية خروجة عن الضابط العام يؤدي إلى سجن بالتالي أصبحت كل حلول هي حلول سجنية وأصبح القضاء التونسي مجبول على فكرة الحكم بتقييد الحرية الحل هو السجن وهو حل سحري وأنا أتأسف أنه إلى اليوم مع التصتيح الوعي وعدم الإيمان بقيمة حقوق الإنسان كقيمة مجتمعية انضاف إليها حوار سياسي حقيقة مؤسف الذي أصبح يجد حلولا سياسية عن طريق تقييد الحرية سأنتقل للرابطة التونسية أستاذ بسام من جديد لحقوق الإنسان برفضكم لإحالة المدنيين على القضاء العسكري وتدعونا إلى إصلاح منظومة القضاء ووزارة الداخلية أيضا بإطار القانون ماذا لو تعلق الأمر بالمساس بالمؤسسة العسكرية بالمساس بالقائد الأعلى للقوات المسلحة ما هي المقاربة عند إذن لهذا الله وضح أعتقد أن كل مدني يجب أن يحاكم أمام القضاء المدني المحاكمة العسكرية جعلت لمحاكمة العسكريين أثناء مباشرة وظائفهم كعسكريين ومحاكمة المدنيين من أجل كلام قالوا أو رأي عبر عنه فيسبوك حتى ولو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة ثم القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية هو شخص مدني وليس عسكري هي صفة وليست رتبة القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو إنسان مدني ويتحمل السلطة التنفيذية ويجب أن يعطي المثال اليوم إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وكنا نبهنا من ذلك منذ 2011 وتمت عديد الإحالات يجب أن يكف هذا وكانت هناك محاولات في دستور 2014 للتنصيص على هذا المبدأ المهم لكن الدستور لم يكن يسمح أو أجابتنا لجنة التشريع أو النواب الذين قاموا بسياغ الدستور أن الدستور لا يسمح وفي باب السلطة القضائية من المفروض أن تتم سياغة قوانين تحدد منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لكن تأخرت بالنسبة للمنظومة القضائية ووزارة الداخلية أعتقد ونعتقد في الرابطة وهذا كنا من عديد المطالب التي نتقدم بها في كل مرة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي وإلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يجب أن يلعب دور في هذه المرحلة أن يجب إصلاح المنظومة القضائية في أقرب الأجال يجب البدء في إصلاح المنظومة القضائية وتتهير القضاء اليوم هذا هي الفرصة في محاكمات لقضاء توقيف القاضي بتهريب الأموال قبل يومين أيضا في قضاء تحت الإقامة الجبرية بالنسبة لتلقيهم رشاوي الممتلكات التي حققها ثروات في هذه خطوة أنتم تنظرون إليها كمنظمة المجتمع المدني خطوة أساسية لإصلاح القضاء هي خطوة أساسية ومرحلة مفصلية لنستطيع التحدث عن نقلة نوعية لنستطيع القول أنه كان هناك ما قبل 25 جولية وما بعد 25 جولية اليوم حركة النهضة تمت إزاحتها من الحكم حركة النهضة استعملت وسائل خارجة وامريقة عن القانون لكي تحكم استعملت القضاء استعملت وزارة الداخلية استعملت عديد الوزارات لبسط نفوذها وسلطتها الخارجة عن القانون لتطويع عديد الوزارات هذا هو المشكل هناك عديد الملفات التي قدمت إلى القضاء بسعي من المحامين ومن الأفراد ومنظمات المجتمع المدني تدين حركة النهضة في عديد الملفات الملف متعلقة باغتيالات اغتيال شهيد شكري بالعيد ومحمد الابراهمي والتي الكل يعتقد أن النهضة مورطة لم نقل سياسيا أو مباشرة فلديها يد في هذين الملفين ملفين الاغتيالات كذلك في الجهاز السر لحركة النهضة وهو جهاز ممتد على عديد الوزارات وفي عديد الأطراف يعني اخترقت أجهزة الدولة وتطوعها لصالح حركة النهضة هناك كذلك ملف تمويل حركة النهضة يعني من التنظيمات العالمية من تنظيم الأخوان العالمي من عديد التمويلات الأخرى التي لا نعرف مصدرها وهو محل بحث قضائي هناك عديد الملفات تدين عديد النواب اليوم القضاء لم يتعامل معها بالجدية المطلوبة باعتبار أنه كانت حركة النهضة مسيطرة على القضاء معناه عن طريق عديد القضاء اليوم يجب وضع حد إلى هذه الظاهرة ظاهرة الإفليت من العقاب وظاهرة إخفاء الملفات يعني هناك ملفات تتعلق بمسؤولين كبار في الحكومة يمكن إخفاءها في المحاكم ولا تلال النور ولا يمكن القضاء فيها تصريحات واضحة للرئيس قيس سعيد بهذا الشق يقول البلاد مقبلة على حرب على الفساد لا تراجع فيها ما مدى ثقة اليوم المنظمات بالمجتمع المدني وأنتم كرابطة لحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان بإتمام هذه المهمة أم لديكم مخاوف من أن تنحرف هذه الممارسات إلى تجاوز القانون كما ذكرت بظل الغطاء السياسي الذي تتمتع به هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات واللوبيات التي شكلتها داخل مفاصل وأجهزات الدولة نحن اليوم نتعامل كما قلت في أول الحوار بحذر لن نقوم ونصرخ ونقول ستكون هناك تجاوزات إذا حصلت تجاوزات سنندد بها سنشهر بها وسنقول كفا وحذاري من هذه التجاوزات إلى حد الآن في هذه المرحلة هناك حصلت تجاوزات لكن غير مرتبط بالنظام السياسي هذا مرتبط بتقاليد تقوم بها الأنظمة الأمنية أو الأجهزة الأمن ووزارة الداخلية وهذا كذلك موضوع وجب الإنكباب عليه في القريب العاجل يعني كذلك تطهير وزارة الداخلية وإعادة القيم إلى الوزارة الداخلية والكوادل التي تشتغل بها لكي يكون الأمن جمهوري يعني اليوم يجب أن يقتنع التونسي والذي المشرف على وزارة الداخلية وصل التنفيذية أن الأمن بغاية تحقيق الأمن وليس وسيلة حكم لأنه على امتداد من 2011 إلى اليوم كل الحكومات المتعاقبة استعملت الأمن لكي تحكم العصاء الغليظة لقبع المعارضين لقبع المحتجين لقبع الحركات الاحتجاجية في لديكم تقارير بما تعرض له الشباب في هذه الحركات الاحتجاجية وإخلالات كما وصفتمها هذا من 2000 يعني في تحركات جانفي وفيذري 2021 يعني فضحت تعاتي حكومة المشيشي الأمني يعني العنيف والفج والغليظ الذي يصل إلى حد التعذيب في بعض الأحيات وفبركة ملفات نعم الإحالات بالجملة أمام القضاء كل هذا يعني اليوم وجب أن العقلية هذه تتغير وأن يقتنع الأمن أنه بعد 2011 وبعد 2021 الأمن الجمهوري هو في خدمة المواطن لتوفير الحماية والسلامة إلى المواطن وليس وسيلة حكم أو قمع أو إسكاة صوت المعارضين أو المحتجين لديك أسد لطفية عقب على هذه النقطة تحديدا هو مش عقب ومواصلة حابنا نذكره أنه مدام اليوم القضاء مطلوب منه أنه يواكب هذه العملية تحررت يديه خلينا نستعمل المنكر للمصطلح اللي الناس كليك تحكي عليه أنا أنتظر أنه اليوم على الأقل القضاء يفتح شكيات الموجودة أمامها يعني لا ينتظروا تعليمات من شخص أو ينتظروا أن تميل الكفة إلى الطرف هذا ما يطمننيش إذا كان اليوم ما يبقى القضاء ينتظر شكوله ليحكم من الجهة التي ستحكم أنا تأميل إليها؟ هذا لا يطمن مثلا لا يست متحلق بشخص نحن نتحدث عن دولة عن مؤسسات نتحدث عن أجيال أنا ابني أريد أن يعيش في دولة مؤسسات ودولة قانون ليس دولة أشخاص ودولة تواريخ 25 27 14 17 أريد أن يكون هناك مؤسسات دائمة اليوم القضاء لديه شكاية ضد على الأقل في إحصائية لديها المعلومة سنة 2020 هناك 500 شكاية تعذيب موجودة أمام القضاء اليوم فليغلق الملفات يلحي للأمنيين الطفل سيد حسين سيجومي الذي عري أمام المواطنين لماذا لا يقع لليوم تتبع الأمنيين الذين قاموا به هناك تتبع لشخص أو الاثنين والقضاء طلبوا مننا عدم الحديث عن هذا الطفل حماية له لكن حمايته تكون بيتتبع جلديه ومن يقف اليوم على وزارة الداخلية بما أنه رجل مرحلة جديدة فليعطينا أسماء الجلدين من فيهم شكاية تعذيب لدى القضاء منذ أكثر من 5 و 6 سنوات هذا الرجل الجديد في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الذي اليوم هناك أكثر من 20 نزيل محكوم بالإيواء الوجوبي ما زالوا لدى السجون فوزير الصحة الجديد فليخرجهم ويحملهم من المؤسسات الصحية وزير العدل فليحرك شكاية ضد الأمنيين الهاربين من دوائر العدل الانتقالية الذين لا يمثلون أمام دوائر العدل الانتقالية وهم جلدون وفيهم أيضا من محكوم من الفساد المالي بما أنه اليوم تحررت المبادرة فليقوموا بها أحداث جانفي 2021 ما زالت في الذاكرة الموقفون إلى اليوم في السجون لم يحكموا صحيح لا حكم هناك من حكم ويقضي عقوبة سجنية لماذا لا يصدروا له عفو هناك أطفال اليوم في إصلاحيات حكموا من أجل خرق حضر تجول في جانفي وتكوين عصابة وأطفال موجودون في إصلاحيات لماذا لا يصدروا لهم عفو هناك اليوم تقارير مجتمع المدينة تقارير الهيئة وطنية أريد أن أصل إلى محصلة وإنتاج كيف أثرت وتأثرت الحركة الحقوقية بسؤال مشترك لكم أستاذ بسامو أستاذ لطفي بعلاقتها بالدولة بتونس سيد لطفي كيف تطورت هذه الحركة الحقوقية في تونس بسبب ديناميات علاقتها أيضا بالدولة منذ نشأة الحركة بثورة 2011 وموصلنا إلى بـ 25 جوليا الماضي أعتقد أن تونس إذا كان عندها عنصر قوة هو مجتمع المدني يعني مجتمع المدني هو في 17-14 هو الذي حرك الشارع وهو الذي كان بديلا بعد سقوط المنظومة القائمة السياسية يعني في 14 جامف في القصبة أولى قصبة ثانين قصبة ثلاثة وحتى المجلس التأسيسي في مشروع الدستور الأول ومشروع النسخة الثانية للدستور والنسخة النهائية المجتمع المدني هو الذي قام بذلك الفعل قانون الهيئة الوطنية وقام بتعذيب كتبه المجتمع المدني كتبه المجتمع المدني عديد القوانين الأخرى كتبها المجتمع المدني أيضا المجتمع المدني أعطى إلى السياسة وأنا ضد فكرة ترذيل العمل السياسي العمل السياسي مهم إذا كان فيما سياسيين فاسدين مش معناها روى العمل السياسي فاسد يعني المجتمع السياسي طور نفسه واستقطب كوادر وشخصيات مهمة جدا أتت من المجتمع الحقوقي وكانت في وزاراتها قدمت الإضافة في القوانين وفي الإصلاحات هذه الردة الفاعل هذه العلاقة التبادلية هذه العلاقة التبادلية أعتقد أنها خصوصية تونسية واليوم إذا كان فم نواطير نستعمل الكلمة المشرقية نواطير لجاردفو على الحقوق والحريات هي المجتمع المدني التونسي أنا لا خوف لدي من أن المجتمع المدني سيقع احتوائه لأنه لم يقع احتوائه من قبل وقع استعمال بعض الأشخاص لكن المجتمع المدني الحي بقي متواصلا أيام الدكتاتورية بالتضييقات بورغيبية بن علي والتضييقات ما بعد 14 جنفي وسيبقى متواصل اليوم حتى في حالة الإجرات الاستثنائية أريد أن أقول إذا كان هناك كلمة نيائية أريد أن أقول أن الإجرات الاستثنائية هي استثنائية في علاقة المجتمع السياسي مع نفسه لكن ليست في علاقة الحاكم والمحكوم لا يوجد استثناء في علاقة الحاكم والمحكوم الحاكم والمحكوم الإجراء الوحيد الذي يقوم بينهما هو الاحترام المتبادل واحترام الحق المحكوم في مسائلة حاكمه. النظام الحقوق كيف يمكن أن يؤثر كأضاة ضاغطة على تحسين واقع المواطن اللاتونسي خصوصا بمستوى حقوقه وحرياته نعم. أردت أن أذكر أن الرابطة التونسي الدفاع عن حقوق الإنسان هي أقدم منظمة في تونس وفي العالم العربي. بتأسست منذ 1977. عانت من باتش بورجيبة وعانت من دكتورييد بن علي. 2011. تغيرت مهمتها باعتبار أنه تحققت بعض الحقوق المدنية والسياسية. الجمهورية الثالثة هي المنقذة؟ من مشتوى. أما سنرى هل هناك جمهورية ثالثة أو ستغير بعض الأمور وكيف ستتواصل الأمور. المجتمع المدني اليوم هو قوة اقتراح وكذلك قوة احتجاج. المجتمع المدني اليوم الرابطة تقول لمن أحسن أحسن. واصل على هذا المنوال وتمده كيف يمكن ذلك في احترام حق الإنسان. ومن يفشل تقول له فشلت. نحن اليوم نتعامل مع مؤسسات هشام المشيشي. عندما ذهبنا له في فيفري 2021. في اجتماع مباشر. قلنا له سيد الكريم. سيد رئيس الحكومة. أنت فشلت. لم تحق المطلوب. فشلت عن معالج الأمور. رجاء قدم استقالتك. كانت بطريقة مباشرة. وكل من سينجح في إدارة الحكم. وفي حماية الحقوق والحريات. وتعزيزها سنقول له أحسن. وكل من سيفشل سنقول له حذري. فشلت. أترك المكان لغيرك. شكرا جزيلا لك أستاذ بسامل طريفي. نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. شكر موصول لك أستاذ لطفي عز الدين. نائب رئيس الهائة الوطنية للوقاية من التعذيب. يمكن أن نأمل أن نكون قد أوصلنا الصورة الصحيحة. نتحدث بحقوق وحريات. وأين هي هذه المكانة ودورهم اليوم في المجتمع اللاتونسي. وفي صنع القرار في أجهزة الدولة. شكرا جزيلا لكم. شكرا موصول لكم. مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة. تونس الجمهورية الثالثة للليلة. انتهت هذه التغطية. في أمان الله. شكرا لكم.